ماريات داماني النمو متاع الناتج الداخلي الخام لك بش النجمه قبل ما نحكيه على نسبة النمو خلي فصلوا الشنو الناتج الداخلي الخام الناتج الداخلي الخام اللي معتها الابريفياسيون بتاعه هي البيبي كي نحكيه على البيبي هو ما تنجو لبلاد من ثروة في عام قداش أنتجنا ثروة على كل المستويات على الفلاح على الصناعة على الخدمات ونسبة النمو اللي نحكيوا عليها هي هيك الثروة هذيك قداش تزيد من عام العام وإلا قداش تتراجع من عام العام دوك هذي على الأقل معينتها الكونسيبت متاع نسبة النمو هو كإذا بش لخصوه قداش انتاج الثروة في الاقتصاد متاع بلاد معينة يزيد من عام العام دوك احنا مثلا كنقوله في 2023 نسبة النمو بش تكون 2.3% هذا يعني إنه الناتج الداخلي الخام بتاعنا ما ننتجه من ثروة في البلاد رهو بش يزيد عام 23 ب2.3% بقى إنه المؤشر هذي اليوم كيشوفوا الدول بش تقيس بلاد غنية ما تقيسهش فقط بش عندها ثروات وإلا ش عندها ثروات طبيعية ولا غيره النعمة معتك الكونسيبت يزب نخرجوه الريع يزب نخرجوه من مخنى اليوم الدول يتقاس تقدمها في العالم اليوم مثلا نقوله إنه أمريكا هي أكبر اقتصاد في العالم لأنه الناتج الداخلي الخام متاع أمريكا هو أكبر اقتصاد في العالم بمعنى إنه أمريكا كل عام هي أكثر بلاد تنتج ثروة في العالم دونك بيصور مبعد بش نقيس وزادة فما عامل عدد السكان لأنه كثروة هذيكا كيتقسم على عدد السكان نفس البي بي بي كيبدأوا عدد السكان عشر ملايين مش كيما يبدأوا امياء ديار بلاد كيما مصر رغم نسب النموه ساعات اللي تعملها خير مننا برشا ولكن معناتها الارتفاع الديمغرافي متاعها وارتفاع عدد السكان يخلي إنه هذيكا ما يتحسش بطريقة كبيرة كنجيو أحنا التونس خلي جوست نكملوش معتها البسطة هذي بسرعة الثروة وين نخلقوها نلقاو الثروة متاع العام ما ماتها على عام نلقاو إنه عشرة بالمئة منها تقريبا نرقام تقريبي عشرة بالمئة جي من الفلاح الصناعة تقريبا إنه الربعة في حدود خمسة عشرين ستة عشرين بالمئة والباقي في حدود ستين بين ستين وخمسة وستين بالمئة هي جي من الخدمات معتها السياحة اللي هي رغم من اللي هي تراجعة تراوه اليوم لابارم تاع السياحة في ما ننتجه من ثروة كل عام تراجعت من اللي كانت أرقام كبيرة وصلت في 2021 معانتها المساهمة بتاعها المباشرة 2.2% فقط والمساهمة غير المباشرة 2.7% يعطي أنتو تالدو 4.9% اللي معانتها يبين إنه تراجع ولكن ما نجموش نقص عليه برشا وعام كوروه صار في السنوات هذه دوك هذا جانب السؤال هل إنه هذا كافي إنه في 2023 نعمل نسبة نمو 2.3% خلي نذكر واحد عام 2020 عملنا نسبة نمو سلبية بمعنى ما ننتجه من ثروة تراجع بنسبة إلا 8.8% قيدوا عند كمين بش نعملوا بمبتي كالكول رابيد نقوم بتسعة بش نحاول معانتها نقوم بتسعة عقل معانتها موان 9% 2021 عملنا كوروه السنس بوزيتف 4.3% موانتها نقوم بتسعة موان 5 مازلنا في الموان 5 2022 2.4% بوزيتف موانتها موانتها 2.3% كنزيدوا 2.3% بش نلقاوا رواحنا رجعنا لنفس مستوى الثروة متاع 2019 دونك في 2023 نسبة النمو متاعنا راهي ماهي بش ترجعنا كان لمستوى البي بي متاعنا متاع 2019 هذي روا نحسبوه بالدينار التونسي توا ولكن كنحسبو البي بي متاعنا بالدولار نلقاوا انو البي بي متاعنا الثروة اللي ننجوها في عام في عام الفين وثلاثة وعشرين البي بي متاعنا هو قد البي بي متاع الفين وخمستاش دونك معانتها تقريبا البلاد ماش قاعد تقدم وهذاك اللي قاعد ينعكس على حياة الناس ديجا احنا اليوم نسمعنا برشا خبراء اللي يقولوا راهو 2.3% حتى رابور متاع البنك مونديال قل راهو هذا مربوط انو تتعمل الاصلاحات وانو ترجع مكينة الاقتصاد الدور وانو يتم تحفيز الاستثمار هنفسوا العباد شنو يترجع الاقتصاد الدور انو ترجع الاستثمار مرة هو شنوها يا خيثار واني مش تخلقها الاصلاحات فيما يخص مناخ الاعمال ولا مناخ الاستثمار هو انك تكون جاذب للاستثمارات بيصور ديجا انت عندك مشكلة متاع سيولة في البلاد كازيما الدولة قاعدة تاخذ في قسم كبير من سيولة شنو يتطلب معطا الدولة شنو يزمها تعمل يزم ترجع مجالة صار في مجالة الاستثمار نعودون نشوفوها علش ما مشيتش عملنا مجالة الاستثمار احنا في 2016 كان من المفروض باش تعطي دعم الاستثمار ولكن كي شوفوا نسب النمو ونشوفوا نسب الاستثمار نفهم انه مازال تفهم برشة تعقيدات على مستوى الادارة على مستوى البلاد دونك اليوم راهوا شوف احنا مرة عملنا الكالكول صار الكالكول انه باش تونس تخلط على البرتوجال في مستوى البي بي بي برابيتوم اللي هما عدد السكان تقريبا كيف 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 ومش بعيد علينا يلزمنا تقريبا عشر سنين كل عام نعملو عشرة بالمية نسبة نمو معناتها راهوا اذا ما نعملوش كيكة معانتها وشنو معانتها بي بي راهوا ينعكسها على حياة الناس مثلا علشانا نقول نقارنوا مثلا مع البرتوجال انه نوليو بي 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 برابيتومات عدد اه نتج داخل الخام حسب عدد السكان كيف كيف راهوا هده سمحلنا انه انه تولي عنا سبيطارات كيمال بورتوجال ومدرسة كيمال بورتوجال وكياسيد كيمال بورتوجال وغيرو اذا ما نوصلوش لهذاكا راهوا من الوهم انه احنا ما نخلقوش في الثروة ونحبو نعيشو كيمالدول اللي تخلق في الثروة دونك هذاك عليش راهوا المهم خلق الثروة والثروة راهوا ما جي كان بالاستثمار انه تضخ اموال في الاقتصاد باش يتم انشاء شركات ومصانع ومشكي المصانع قاعدين نشوفو الخدمات راهوا اليوم العالم مفتوح نجم ونصدروا الخدمات اليوم لزام انفورماتيسيا نجم ويخدموا من تونس شركات الانفورماتيكة نجم تخدم من تونس وتصدر خدماتها للعالم الكل راهوا هذي اللي نجم يخلق الثروة في الفلاحة في السياحة في غيرو دونك دونك ما عملناش هذي راهوا حتى شيء للأسف بالأرقع بالعلم ماذا هو الاقتصاد اذا ما تخلقش الثروة حتى شيء ما يتغير وخلق الثروة يقوم اساسا على الاستثمار اثنين فاصل ثلاثة مقارنة بالسنوات اللي عملنا فيها واحد وواحد فاصل ثنين ويتسمى محترم ولكن مقارنة بالركيول متاع عاما الفين وعشرين اللي هبطنا فيه الموان ويت فرجل ويت راهوا المفروض كنا نطلعوا اكثر دونك اليوم معناتها نسبة نمو عادية مهيش بش تغير حتى شيء في وضع البلاء